اهلا وسهلا فيكم مرة تانية بالفيديو الماضي احنا تعلمنا كيف اضفنا الحركة بالمدخلات على الكيبورد فعرفنا نضغط WS و A و D كيف نحرك الشخصية لما نتحرك بهذا الفيديو بدنا نحرك بالماوس النظر فلما تحرك الماوس يميه تطلع مين تحرك الماوس يصار 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 فوق فوق تحت تحت فبدنا يصير يطلع بحسب تحركة الماوس طيب قبل ما نبدأ لازم اشرح لكم شغلة بسيطة الان الحركة في برنامج Unreal Engine لها اسماء الان هم ثلاث اسماء الحركة كأنك بتحكي نعم براسك اعتبر انك تحكي نعم فبتهزي راسك بتهزي راسك بهذا الاتجاه هذا الاتجاه اسمه حركة البيتش وفي مكتوبة جوه الدائرة مكتوب ناقص عشرة بيتش تمام لو حركنا حركة بهذا الاتجاه هذه حركة تليا حركة تليا اللي هي كأنك تحكي لا وهذه الحركة الاخيرة حركة الرول فهدول الاسماء لازم تعرفهم انت انو هاي الحركات الدوارانية الان احنا راح نسوي الحركات في جهتين في اتجاه البيتش لما يتحرك الماوس وفي اتجاه الياه لما يتحرك الماوس طيب كيف منسوي الحركة هاي نفس اللي عملنا بالفيديو الماضي راح نضيف مدخلات على الماوس منيجي على ادت ننزل على الانجين انبوت ونضيف حركتين اضافية خلينا نضيف اليمين ويصار ترن ونضيف فوق وتحت لوقات الان كيف الحركة بالترن مش حكينا بنا ايها بالماوس ونضغط على الماوس يمنى الصرحة تكون بالX axis بنختار الماوس X وفوق وتحت هندخل على الماوس ونختار الماوس Y والقيم زي ما هي حتظل واحد بواحد طيب خلينا نأتي هون نأتي على Event Graph الآن نضيف الحركات الجديدة لو كتبنا Turn ندور على Access Event Turn Access Event Input Access Event Turn الآن نسحب هاي بدنا نشوي اول اشي التست زي ما سونا قبل شوي Brand String تمع هاي Brand String نوصل نحول من Float ل String القيم خلينا نشوف لما نعمل تشغيل للعبة ونحرك الماوس يمين يسر هل بتطع اشي غير الصفر الآن صفر حرك الماوس يمين يسار ممتاز يمين لاحظ ان القيمة مش قاد تتعدل واحد بس لو انا حركت الماوس يمين بسرعة لاحظ الارقام تتعدل واحد لناقص واحد تمام الآن نرجع احنا عندنا هون نمسح هدول من هون ونوصل الان بدنا نحكي على الكنترولر Add بدنا ياه انه تضيف على الكنترولر في حركة الكنترولر الحركة نحكي على الكنترولر نرى في الماوس مما تتعدل واحد ما تقول النظر نغطى اسمها ياه نختار ياه ممتاز نوصل الان الآن صار ماوس عندما يحرك الماوس يحرك الماوس يفطرد الشخصية لتتحرك ممتاز نعم اذا ضغطت الماوس يظهر نظر يظهر يمين و يظهر ممتاز جدا طيب لو انا اجيت كمان كتبت Look Up طيب هذا اختبار اعتبره لإلك هعمل انت وقف الفيديو هون ومسوي الأخيرة الثاني الآن انا رح اكمل Look Up وسحبت هاي Add Controller بننضيف هل قلنا الحركة في ال Controller الفوق وتحت بتطلع براسه هيا pitch input بنوصل هاي طيب هل رح يتحرك لأسف ما رح يتحرك ليش هسا ورجعكم ليش خلينا نطلع play يمين ويصار فوق وتحت مش راضي يتحرك ايش اللي ساير في عنا اشي اسمه Controller خلينا يجي هون Controller اضغط على First Person Shooter and FPS underscore character على السيلف وكتب هون Controller لان لاحظ انه ايش انت الحركة اللي دك تسمع فيها احنا مسامحين بس بل يا فانا بديها يسمح كمان بالحركة بالحركة دوران في الحركة نطلع نطلع الان لو انا بدأت اللعبة وحركت الماوس فوق وتحت صار يتطلع طب في احنا عندنا مشكلة انا برفع الماوس لفوق بتطلع وتنزل الماوس لتحت فهاي مشكلة خلينا نروح على Edit على Project Settings نرجع على Look Up بديش انا ايها واحد هاي حركة عكسية مفهومة في برمجة العلعب بديها نناقص واحد بكون بهذا الشكل افضل بالنسبة لي انا في ناس بتحب العكس طيب الان انا رفعت حطت الماوس بطلع فوق وتحت ممتاز الان انا بقدر اللف اللف واتحرك في العالم كاني بلعب اللعبة ما فيش اي مشاكل الان هيك احنا وضعنا الحركة على الكيبورد في الفيديو الماضي وبالفيديو هذا وضعنا الحركة على الماوس طبعا احنا في عنا شوية مشاكل احنا في الكمباي في الشيدرز راح نضبط كل هذا الحكي في الرفيليكشن في الفيديو هذا التاني في امان الله بشوف فيديو اللي بعده باي باي